طيب بما أني بنقول اختيارات غلط أنا المفروض أختاري ازاي؟ أعرف نفسي كلمة السر أعرف نفسي أعرف قيمي أعرف أولوياتي هو أنا عايزة قيمة دوني عايزة بقى مبسوطة عارفة بقى اللي مدمر حياتنا ايه مش القرار الدماء اللي بيحصل حوالينا ساعات لو خطي بالك هتلايني فيه قرارات خطية في حياتك ما كانتش قراراتك كانت معتمدة على علم الماركتنج اللي مدمرنا دولتك كم مرة اشتريت الحاجة ما كنتوش محتاجاة كتير شكرا وافتح يا دولاب أزعل شكرا أزعل على كم من الفلوس اللي مرماي في الدولاب اللي هو كل لبس ده ما بيتلبس طب انتي مجنونة ولاي؟ يعني ليه شارية الحاجة دي كلها هم بيدوروا على حدود نحنا كبناء قدمين فين ويبتدي يلعب على ده فتلاقي نفسك بتجيبي حاجات انت مشايزة تجيبيها بتاخذي قرارات في حياتك انت مشايزة تاخذيها مثلا بسبب الضغط الاجتماعي أو المجتمعي زي ما قلت كده الجواز أدخل ولادي أنهي مدارس اختياراتي مبنية على ايه؟ ساعات لما باخد خطوة الوراء باكتشف ان اختياراتي مبنية على ضغط خارجي ومش ده اللي أنا عايزيه وعارفة بقى المشكلة فين؟ انك بتعملي مجهود رهيب جدا عشان توصلي لده وأول ما توصلي تكتشفي انه ايه ده ما فيش حاجة ده غيرت انا ايه في فين السعادة الرهيبة اللي أنا كنت متخيليها لما اخد القرار ده